وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد غادر بحفظ الله ورعايته البلاد اليوم متوجها إلى دولة الكويت الشقيقة ورافق سموه وفد رسمي ضم كلهم من سعادة الدكتور عبل طيب الراشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد يوسف بن عبل حسين خلف وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط الحمراني وسعادة السيد عبد الله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة ومعالي الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة السكرتير الخاص لسمو ولي العهد ومعالي الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة رئيس ديوان ولي العهد والعقيد الركن معالي الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة المرافق العسكري لسمو ولي العهد وسعادة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي مستشار شؤون الإعلام بديوان ولي العهد والشيخ خالد بن علي بن جابر آل خليفة نائب مستشار الأمن الوطني نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى وسعادة السيد صلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت والسيد حمد يعقوب المحميد مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني ترجمة نانسي قنقر